موسيقى اليوم نوجد هذه القهوة العشيات تخرج الكثير من نينا كما اسمت القرمشة و جفاية تاي طريقة تحضيرها سهلة بزياد مع شوية فارينا ستحضر كمية كبيرة فابقوا معنا نتعرفوا على هذه الوصفة و كيفية تحضيرها ما عليكم ستضعوا لايك و اشتراك و البرتاج هكذا لكي تعمل فائدة على جميع بدون اطالة نبدأ و طريقة التحضير و المقادر بسم الله في اناء نضع 600 قرم فارينا و عبرت لكم بالكاس كل كاس تعمري حتى الفوق و تمسحي يعني اضطح لك 4 كيسين و الكاس الخامس سأقوم بتحبسي الكاس الخامس لا تعمري كامل عند هذه الخطوة تحبسي يعني اجمال فارينا هنا 600 قرم نزيد ملعقة كبيرة خميرة الخبز و ملعقة سكر نزوج حباتها بيض بدرجة حرعة المطبخ نضع نزوج حرق 4 مغارف كبار زيت ملعقة صغيرة الخل و نصف ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة ماء الزهر تقدري تدير لفاني في بلس مازهر نجيب كاستعمة و لموناجينة لما ما يكون ساخن و ما يكون جدافي يعني يكون من حنفية عادي هذا اذا كان الحمان و السخانة اذا كان موسم تاع البرد يعني ديري الماء يكون دافي لمو العجينة بالماء ولكن بالتدريج حدري انك تجريها لمها غيب اصابع يديكي حاولي يعني تلميها تدلكيها تدلك خفيف فقط بهذه الطريقة و شوفي القوام بتاعها يعني ما رهاش نشفة و ما رهاش جارية ندهلنا ذاك الاناء بشوية عزيت و نحطها فيه خليها لمدة نصف ساعة حتى الساعة يضع في الحجم التاحة في مكان دافئ بعد ما يكون غطيتها ملايح مدخله في الهوى وهنا بعد ما ضعف الحجم التاحة يعني على سبيل الجو يكون عندك ساخن قدت لي هنا وحدة نصف ساعة نقسمها الى عشر كوريات على حسب انا شوفي عبرتلكم كل كورة تزين مية و عشرة جرام بقاتلي خمسين جرام شوفوا هذه الكورة الصغيرة خمسين جرام سوف نحطها في العجينة شوفوا سوف نجيب الفيرينة ولكن هنا نقطة مهمة لا تخاف من الفيرينة يعني رشيها ملاح بالفيرينة و حليها دروري العجينة تكون نشفة لا تكون طرية و مشمخة فهمتيني نشفيها بالفيرينة على بيها قدتك نهار الأول لا تقشت نشفي العجينة اذا نشفتها مقبل و اذا قدرت الفيرينة سوف تنشف لك كثير و تبدأت تقطع لك و تكون قاسحة المهم هنا كما تشوف راني نحل فيها بكل سهولة ولكن الفيرينة سوف يدري و كتري لا تخاف منها رشي و حلي حتى تحصل على العجينة تكون رقيقة الرشة هنا يعني الصينية اللي سوف نحط فيها هذه العجينة اللي حليتها و نحطها جانبا نزيد معكم حبة والبقية على العجين نغطيها شوفوا كمية الفيرينة اللي حطيتها عليها و نبدأ نحل فيها بالحلال و كل ما تشوف يخصها شوية الفيرينة نرشيها بها بهذه الطريقة حتى تكون رقيقة نجيب هذه العجينة اللولة نرشها بشوية عمايزينة ولا تضير الفيرينة المايزينة هي النشاء و نحط هذه العجينة فوقها و نوصل عملية حتى نكملهم كامل هذه اللي قلت لكم تزين 50 جرام يعني نحطها في الوسط ندهن طاولة العمل بشوية تعزيز و نبدأ في الخدمة بعد ما حليتهم كامل هذوك الكوريات نرشيها لا تستطيع العجينة مع بعضهم البعض ننفد واحدة كما ترى بيت واحدة كبيرة نكسلها و نكون وجدة الزبدة الطريقة الزبدة هنا نكون دوبتها و تكون باردة لا تكون ساخنة نضع كمية و نبدأ بالبانسون و نفوت فيها بعد ما نطلعها كامل نجيب الورقة الزوجة و نضعها فوقها و نبقى كما معاك حتى نكملهم كامل هكذا و من تضعها بدأت تكسلي في العجينة حتى يتكبر معاك و تقولي لك خبزة كبيرة حتى نقطع لكم هنا و ترى كامل المراحل و نضعها بشوية الزبدة ديبة حتى نكمل كامل العجينة التي لديها أما بالنسبة لطبقة الأخيرة لا تدهنوها بالزبدة تجعلوها نشفة حتى نضعها و تكسلي حتى نضعها و تضعها و تضعها و تبقى و تضعها و تضعها و تبقى الزبدة الأخيرة كما قلت لكم مديرين الزبدة دعوها نشفها نجيب السكين ونقسمها بهذه الطريقة بالنسبة لهذه الوصفة هي أفغانية يعطلها الوردة الأفغانية يعني يخدمها كذلك شفت بعض الوصفات يخدمها بالخميرة الكيميائية فقط ما يدير لها لخل ولكن أنا جربتها بهذه الوصفات ثانية كمليحة عجبتني إذلك قلت نبرتجها معكم شوفوا هنا بعد ما قسمت هذا المورسو يجب أن يكون كبير قليلا دوري على هذا الزبدة وخلي الزبدة يعني في وسطها من بعد فتحها مع ضغط مليح على هذه الجوانب ضوي قليلا ومن بعد قلبي في كل الجهاتين حتى نشكله على وردة يعني شوفوا لحظة معي كيف سوف نخدمها حاجة سهلة بالنسبة للمناطق اللي يكون فيها الحمان بزيف سخانة نصحكم باش نخدم قطارات خفيفة فقط ونضغط خفيفة فقط ونضغطها جانبا يعني في فئنا آخر يكون مرشوش بالفارينة لكي تخمر معنا لمدة 15 دقيقة أو أقل الوقت اللي يكون نوجد فيه الزبدة نزيد معكم حبة أخرى كيف خدمتها دورها على زوج الصباع وضغط وضغط مليح في هذه المنطقة المفتوحة لكي لا تتحلق من تبدأ تقليفها وبدأ تلوي تلوي من تحته وعود يزيدي ملفوك بهذه الطريقة حتى تحصلوا على شكل وردة دعي هذه الفتحة في الوسط وضغطها جميلة وضغطها جانبا وضغطها جانبا قربت لكم الصورة لكي ترى مليح من الفصل بعد ما نشكل كامل حبة أن وجد الزيت يسخن وضغط ساخن جدا سأبقى التست أعرف أن طلعت الفوك ساخن نقص النار الى الوسط ونجعل الحبة تنقلها لكي تطيبك من الداخل ومن بره وتبدأ تحلي فيها بالمغروف في هذه الطباقات لكي تنتحل معك وتولي فيتي كما تشوفي والطيب حتى من الداخل تتحصل على اللون الذهبي بهذه الطريقة ومشي أصفر يكون بهذا اللون اللي تشوفوا فيه الآن نحطها في الورقة الماس نرى لكم مشاء الله كيف خرجت وردة ونقطة مهمة لنجاح هذه الوصفة كي تبدأ تحلي في الكوريات عمرها فارينة لا تخاف يعني يرش مليح الفارينة وبدأ تحلي فيها تخليها شاكة طرية الوصفة الافغان يرشها بسيكرا غلاس ويأكلها لكن لكي تخرج البنينة لدينا العسل في هذه الوصفة اللي تأتي مقرمشة يعني كبي عليها العسل يعني غيرها بالمغروف وخليها تشرب شوية وعدك قدميها وزيدي لها سيكرا غلاس من الفوق هنا رحدي معايا لاني ما زل مددت لها العسل غير الشيطها يعني تأتي مقرمشة من برا ومن داخل جي هكا طرية بنينة شوفوا لها يبارك طبقات اللي فيها انا بعد ما عسلتهم لكن غير من الفوق ولكن يعني اللي يبغي العسل بزاف يعني يرفض الحبة يكوب عليها مور وفتاع العسل يعني غسلها بالمغروف وحطيها تتصفاض في الكسكاس عادك قدميها حسنا نحن نحن نضيف وحطيها 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 ننصحكم لكي تجربوها دلونا لايك اشتراك و بارتاج ربي يحبتكم سلام